أترككم من جديد والحديث عن مباراة الأهل واسموحة في الدور العام بالطبع هي مباراة مهمة جدا وحاسمة لأن احنا خلاص اتفقنا من بعد نهاية مسابق الدورة أبطال إفريقيا الفترة اللي جاية أي مباراة بنلعبها هي مباراة كؤوس سواء حتى في الكاس أو في الدوري لا بديل عن الفوز والانتصار عشان على الأقل تختتم هذا الموسم ببطول الدوري وفرصة جيدة كمان تختتم الموسم بكاس مصر موسم 2020-2021 لأن لسه الموسم الحالي لسه ما دخلناش في مرحلة حتى مباراة دور الستاشر اللي قال بالتأكيد لسه يواجه مصر المقاصة والمباراة لسه في شهر أغسطس والمسابقة دي أعتقد يعني على ما تخلص مش قبل نهاية شهر تسعة اللي جاي بعت نهاية الدوري إن شاء الله في نهاية أغسطس لكن الفترة الحالية كل التحية والتقدير للكابتن سامي أمصان والكابتن محمد شرف والكابتن سيد عبد الحفيز ومشيل ينكن مدرب الحراس على الأداء والشكل وكمان عدم فقدان نقاط مهمة خلال الفترة الحالية بعد رحيل بيتسو موسيماني كان أمام الجهاز الفني الوطني الحالي مهمة صعبة جدا وهي أولا استعادة الروح المعنوية تجهيز وتحضير اللاعبين نفسيا وبدنيا قبل الأمور الفنية كمان إنك تلعب مباريات بدون قوام أساس وتشكيل أساسي ده صعب على أي جهاز فني بيقود أي فرقة في التوقيت الراهن وإنت بتختتم مسابقة الدوري العام أو آخر أسابيع مهمة في الدوري العام لكن لعب مباراة المصر بالسلوم وكسب لعب مباراة إستر نيقامباني وكسب وكان فيه غياب تشكيل أساسية ولعيبة دوليين كانوا بيلعب مع المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة أبرزهم بالتأكيد منتخب مصر وتونس ومالي وجنوب إفريقيا لكن الأهل قدر يكسب مباراة الزمالك بظروفها وبأجواءها بنتيجتها نقدر نقول يعني كان الناس حزينة وكانتتمنى يكون فيه مكسب لكن بشكل عام في الظروف اللي الأهل فيها في مقابل في استقرار فني للفري المنافس قدر الأهل يعني ما يخسرش هذه المباراة ويطلع بنتيجة تعادل إيجابي 2-2 والكل كان حزين وبيتمنى أن يكون فيه مكسب على الزمالك وجاءت مباراة بيرامدز لتثبت أن الأهل دائما وأبدا بمنحضر الأمثلة كتير قوي في مسألة الأهل بمنحضر لكن مباراة بيرامدز تحديدا مش الأهل بمنحضر بس بلعبته ده حتى باجهسته الفنية أي مدير فني بيتولى مسؤولية الأهل بيكون على قدر المسئولية وبيستحق الكرسي اللي هو بيعود عليه وبالتالي قدر الأهل يفوز على بيرامدز يتخطى مرحلة صعبة جدا البعض كان بيتخيل أن المسابقة دي مش هتتلعب لأن الأهل خايف لعب بيرامدز كلام ده كان بيتقال على فكرة لكن الأهل كسب بيرامدز في الدوري بسلسية كسب بيرامدز في الكاس 2-1 وكانت نتيجة تنصف لولا راكلة الجزاء الكوميديا اللي احتسابها الحكم الروماني في وجود تحكيم تقنية فيجو من المجر ما أهمش الرخصة ما أهمش رخصة تقنية الفيجو عشان يكون موجودين في غرفة تقنية الفيجو لكن الأهل يفاز على بيرامدز إذن المرحلة الحالية تصير بنسبة نجاح تتخطى 80-85% بكرة في مباراة سموحة لسه المشوار مخلص ولسه المشوار ما انتهاش بالنسبة للجهاز الفني المؤقت بقيادة الكابتن سامي أمصان لأن مباراة بكرة السلس نقاط مهمة جدا لأن كل ما بتكسب بتحط ضغط أكتر على المنافس فريق نادي الزمالك لأنه أقرب المنافسين ليك مع السلس مباراة المؤجلة اللي هتتلاح في شهر سبعة إن شاء الله بإذن الله وقتها الفريق الحد الأدنى هيبقى خمس نقاط ونتمنى يا رب إن شاء الله إذا الزمالك تعصر النهاردة أمام سيراميكا كيليو باترا والأهل يفاز على سموحة فريق النقاط مرشح ليه الزيادة خلال الفترة اللي جاية ثم بعدها بـ 48 ساعة مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر الموسم الماضي الجزيلة أخيرة قبل ما اختم واطلع فاصل ضغط مباريات غير طبيعي وضغط المباريات ده أنا مش قادر ألاقي ليه مبرر لأن إيس فجأة مثلا ما بص في جدول الدوري ألاقي عندك مطش يوم 2-7 و5-7 وبعد كده 12-7 يحنا بنتكلم في 28-6 و2-7 و5-7 وبعد كده عندك مساحة لغاية يوم 12-7 إيه الفكرة؟ إنك تضغط فرقة 3-4 مطشات كل مباراة تتلعب ما بينها وبين الثانية 48 ساعة وبعد كده ندي مساحة إسبوع هل اللي بيحط الجدول عارف يعني إيه معدلات تدريب؟ عارف يعني إيه معدلات راحة؟ لا أعتقد عشان كده بنشوف المستوى البدن لكل الفرق هزيل وضعيف بسبب إن ما فيش حد بيقدر يخطط بشكل جيد لمسابقات الكرة المصرية سواء في السنوات السابقة أو حتى في السنوات الحالة أخرج إلى فاصل